الحيض والنفاس ولو يعرفون شنه قضية الحيض وشو قضية النفاس وشنه الامراض اللي تيجي ناتيجتها يعني هل هي امراض مثل ما يسولفون هذا الغرب كله ما بي امراض يأتي المرأة وهي حاض وهي وهي ما عنده اشكال بها لان ما عنده مسوق شرع يردعه شو ما بيصير عتم كل شي غير اكو غير قضية يجون للحم الخنزير يقول لك هذا بيدودة وحيدة يا عمي كافي كذب اذا الشي ما تحرفونه ليش تحشون عليا وتحللونه القضية هذا يفقد الغيرة يفقد يدخل بهرمونات جسم الانسان بيدهون تجعل من الهرمونات الذكرية انثوية تجعل من الهرمونات الذكرية انثوية لان الخنزير وحده الذي يجامع امه من دون الحيوانات ولذلك يجيك يقعد يألف لك كتاب هالقداته يكتب به بس كون المؤلف فلان والمصيبة يجيك حجة حجة كارثة شا علي ابن ابي طالب حجة وانت حجة كارثة تاخد اسم علي ابن ابي طالب تلزقه اليك يعني يعني والله لو ما يستحون شا قطبه امير المؤمنين فلان امير المؤمنين فلان امير المؤمنين فلان غريبة يا اخي غريبة ما عدكم امام راح يطلع يا اخي الانسان اللي يكذب يكذب يوم اثنين اثلاثة عجرة ما اخو حدا يردع يا اخي الانسان